أعلنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن ضبطها فجر اليوم لأحد أخطر تجار المخدرات وبحوزاته خمسة كيلو جرامات من مادة الهيروين وربع كيلو جرام من مادة الشبوة المخدرة وتقدر قيمة المضبوطات بما يقارب ثلاثمائة وخمسين ألف دينار كويتي تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات التابعة لقطاع شؤون الأمن الجنائي بوزارة الداخلية من ضبط أحد تجار المخدرات من الجنسية الهندية وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بثلاثمائة وخمسين ألف دينار كويتية قبل ترويجها داخل الكويت وأوضحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أنه وفقا لما توافر لها من معلومات تم تشكيل فريق من الإدارة لعمل كافة التحريات والإجراءات اللازمة وبعد التأكل من صحة المعلومات تم عمل كمين محكم للقبض على المتهم إذ تم التنصيق مع مصدر من الإدارة وتكليفه بالتواصل مع المتهم لشراء كمية من مادة الهروين المخدرة وأثناء عملية الاستلام والتسليم تم ربطه بحوزته خمسة كيلوغرامات من مادة الهروين وربع كيلوغرام من مادة الشبو المخدرة بعد توجيهات سيدي معالي نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد الصباح وسيدي سعادة الفريق سليمان فيد الفهد ونحن إن شاء الله مستمرين في ضرب هذه الأوقات مستمرين في توجيه هذه الضربات لتجار ومروج المخدرات يأتي ذلك فيما أكدت الإدارة أنه قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وتحريز المضبوطات وإحالة المتهم إلى جهات الإختصاص ترجمة نانسي قنقر